مشاكل الوسائط المتعددة تتمثل مشاكل الوسائط المتعددة في مشاكل تتعلق بالمكونات التي تعتمد عليها ومشكلات تتعلق بالجانب المالي والربحي وتتلخص أهميتها فيما يلي أولاً عدم توافر مواصفات قياسية موحدة للتقنيات والأجهزة الخاصة بها مما يخلق مشكلات في التوافقية ثانياً غلاء التجهيزات التي يتطلبها تشغيل برامج الوسائط المتعددة وهي مشكلة ستجد حلها مع الانخفاض المستمر في أسعار أجهزة الحواسيب بشكل عام ثالثاً بعض الصور والفيديوهات المستخدمة في إنتاج الوسائط المتعددة مقيدة بحقوق استخدام لدى المؤلف مما يلزم دفع مبالغ باهظة لقاء استخدامها رابعاً يرتبط إنتاج الوسائط المتعددة بالاهتمامات والثقافة المعاصرة مما يجعل منتجات الوسائط المتعددة غير مستمرة ويلزم إنتاج إصدارات كل فترة لمواكبة التغير في الثقافة مما ينتج عنه تكاليف إضافية للعاملين بمجال الوسائط المتعددة خامساً عدم مراعاة حقوق الملكية الفكرية بسبب مشاكل قانونية موسيقى